أهلا بكم عايز أقول لكم أنه فيه في العالم كله بعض نقاط الغموض حول فيروس كورونا من ضمن نقاط الغموض دي هي الأعراض أنه فيه حالات بتيجي بحالة أو بمنفستيشن ليست نقدر نقول مش شبه المنفستيشن أو مش شبه الأعراض الكلاسيكية اللي احنا بنحكي عليها دايما اللي هي كحة وسعال وألم في الظهور لا لا فيه حالات ريكوردد غريبة شوية يعني مثلا فيه حالة 64 سنة وصل في المستشفى في بروكلين بأعراض شبه بالزبط الأعراض اللي بتيجي في الهارت اعتاك شبه الأعراض اللي بتيجي في ميوكارد انفاركشن أو بهارت اعتاك بزبح صدرية ألم في الزهور شديد الصعوبة في التنفس مع الألم في الزهور فده بيدخل كلاسيك ان احنا بنشخصه على انه هارت اعتاك والغريب انه الالكترو الاي سي جي وجد او الالكترو كارديوغرافي وجد اللي هو رسم القلب الكاربائي انه فعلا فيه تغيرات في رسم القلب وانه خلاص احنا بنقول ان ده فعلا هارت اعتاك والاغرب انه في بعض التحاليل لقينا التربونين عالي وده برضو من دلالات الهارت اعتاك اللي هو دلالات كل تي ساينز بتقول ان فيه حتة في الألف يا مشكلة وبدأ فعلا فيه دكاترا يجهزوا الحالة عشان يدخلوا يفتحوا ويعملوا له تدخل بصرع عشان يفكوا السادة الموجودة في الشرين التاجية لانهما كل الدلالات بتقول ان ده مشكلة في الشرين التاجي وبدأوا يعملوا الحصات بس المفاجأة انه ما كانش هارت اعتاك المفاجأة انه كان كورونا فيروس العيان ده ريكوفرد بعد 12 يوم ورجع بيته لكن خلي بلكو انه فيه اكتر من حالة في بروكلين اتسجلت بنفس الأعراض أعراض توشبه الهارت اعتاك ولكن ليست هارت اعتاك ولا يوجد اي اصابة في الشرين التاجي ولا في القلب لكن الأعراض الفيروس بيكأنه بيربريزنت نفسه بشكل ده حتى انا برضو تذكرت تعقيب او كلام بولو مالديني بولو مالديني نجم القرى الايطالية الشهير المعتزن في تعبيره قال انا بحس انه فيه قلم شديد جدا في صدري قلم شديد في الصدري ده يقول ان ده جلطة في القلب لكن هو كان يعاني من كورونا في نقطة مهمة جدا برضو انه كثير من الناس كانت بتعتقد انه كورونا فيروس او الفيروس كورونا هيقل مع هواتيرة الحر وعا السوشيال ميديا ظهرت اعراق تقول انتظروا الحر هيجي والصف لما يدخل الفيروس هيطعف ودي قاعدة برضو هذا الفيروس يكسر كتير من القواعد حقيقة انه انه اللي هو الفيروسات المنتقلة عبر الرزاز كلها بتضع فعلا في فصل الحر او فترة الحر الحر في الوانزة بتقل في الوانزة المسلمية التعب الرقو بيقل الكورونا في اخر ورقة بحسية ومنظمة الصحة العالمية ازارتها فيه اعتقد اسبوع اللي فات قالت انه الفيروس علميا لن يتأثر بدرجة حرارة مرتفعة وربما يرجع ده في بعض التفسيرات النظرية انه الفيروس ما نشأه في الاساس انه الخفاش انه احد الفيروسات الكلب بتعيش فيه او بتستوطن جسم الخفاش والخفاش طائر الوحيد اللي محيط جسمه اكبر من محيط او من الجناحات بتاعته وبيضطر درجة حرارته ترتفع جدا من كتر الحركة عشان تجابه تقلو في الطيران وده بيفصر ليه هذي الفيروسات تأقلمت على العيشة في درجات حرارة مرتفعة وده يخلينا اقول انه برضو ما زال انه العامل الاساسي هو العزلة العامل الاساسي هو ان انا stay home اعط في بيتي عشان الفيروس ده فعلا التحورات فيه مفاجئة والتحورات فيه مستغربة جدا سواء تحوراته الشكلية كمان تحورات في الكلينيكال منفستيشن أو في الاعراض المصحبة ليه والمفاجئات المصحبة لهذه الاعراض خليكوا دايما في البيت وخليكوا دايما مع الدكتور